اهلا بكم من جديد وإلى هذه الطيفة من أخبار العالم حيث قال مسؤول أمني بعد اجتماع لمجلس الدفاع الأعلى في لبنان إن المجلس سيوصي الحكومة بتمديد إجراءات العزل العام المتخذة لاحتواء تفشي جائحة فيروس كورونا لمدة أسبوعين حتى الرابع والعشرين من مايو الجاري ومن المقرر أن تتخذ الحكومة القرار في اجتماعها في وقت لاحق اليوم وسجل لبنان سبعمائة واربعين حالة إصابة وخمس وعشرين حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد وبدأت الحكومة في تخفيف بعض القيود هذا الأسبوع فسمحت للمطاعم بفتح أبوابها ولكن باستخدام ثلاثين بالمئة فقط من طاقتها الاستيعابية قالت مؤسسات فلسطينية أن السلطات الإسرائيلية اعتكلت عشرين مواطنا من مدينة القدس بينهم بلال النتشا أمين عام المؤتمر الشعبي الوطني في القدس واللواع ما دعوت وقالت هيئة شؤون الأسرة والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية إن محاموها أكدوا أن اللواء النتشا تعرض لتحقيق قاس فور اعتقاله فجر هذا اليوم من منزله في القدس وأوضحت الهيئة أن حملة اعتقالات واسعة طالت ما يقارب عشرين مقدسيا معظمهم قيادات ومسؤولون في مؤسسات الرسمية فلسطينية ونشطاء اجتماعيون وأسرى محررون قال مسؤول سياسي إن إيطاليا تعتزم منح تصريح عمل لألاف المهاجرين غير الشرعيين لمساعدة المزارعين خلال جائحة كورونا التي أوقف التدفق العمالة الرخيصة الوافدة من الخارج وسرعان موجه ماتيو سالفيني زعيم التيار اليميني المعارض سهم النقد لهذه الخطوة الحساسة سياسيا التي سبك أن أوردتها وسائل الإعلام الإيطالية وارتكز نجاح حزب سالفيني الرابط على برنامجه السياسي المناهض بشدة للمهاجرين وحذرت جماعات الضغط الزراعية من أن إيطاليا ستضطر للتخلص من كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة بسبب عدم وجود عمالة كافية لجميع المحاصيل مما يعيق من أثر إجراءات عزل عام تكلف قطاع الغذاء سبعمائة مليارات يورو بل سبعة مليارات يورو قالت منظمة الصحة العالمية أن تقريرا عن ظهور حالة كوفيد 19 في فرنسا في ديسمبر أي أبكر مما كان يعتقد عن موعد بدء انتشار المرض ليس مفاجئا وحثت الدول الأخرى على تحري أي حالة مبكرة أخرى يشتبه أنها للمرض الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا وأبلغت السلطات الصينية منظمة الصحة العالمية بظهور الفيروس لأول مرة يوم الحادي والثلاثين من ديسمبر ولم يكن يعتقد أنه ظهر في أوروبا حتى يناير وقال كريستيانا ليند ماير المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية في إفادة بالأمم المتحدة في جينيف وأشار إلى التقارير الفرنسية أن ذلك يعطي صورة جديدة تماما لكل شيء